من ترزيجين روح لمرموش عمر مرموش واحد من قصص النجاح اللي احنا بنشهد عليها دلوقتي في الكرة المصرية نجم انترخت فرانكفورت متقلق في الدوري الالماني هدف الدوري بشهادة القاصي وداني واحد من اهم المواهب اللي موجودة في الكرة الاوروبية حاليا عنده مساحة من التطور وهامش من التحسن كبير جدا في الفترة اللي جاية العيد كده يمتعك هو موجود في الملعب لانه عنده الباكيج اللي دلوقتي الكرة الحديثة والكرة الاوروبية بتبقى عايزاها وبتبقى محتاجاها وهي فكرة لعيب قوي سريع عنده مهارة بيسجل وبيهدف وعنده فعالية تهدفية الباكيج دي هي اكتر باكيج دلوقتي مطلوبة في الكرة العالمية فلما دي تكلم على مرموش بيتحسن ناطش عن التاني يوم عن التاني شهر عن التاني سنة عن التانية بتلاقي مرموش بيتطور بشكل لافت للنظر عشان كده هو دلوقتي بقى محطة انظار وحديث طبرة الاندية الاوروبية ان هم يستعينوا بخدماته ان شاء الله في الموسم اللي جاي الحقيقة لما تيجي ببص بقى على مرموش هتلاقي عنده الباكيج اللي تؤهله ان هو ان شاء الله يتقلق في الاندية الاوروبية كبيرة ليه عنده لغة وتكلم على الجزء ايه دي وقال انا اول ما رحت كنت بعاني في اول ستة شهور ما كنتش بعرف الماني وما كنتش حتى بعرف اطلب قهوة فكنت بروح اي محل اطلب قهوة استنى لغاية لما حد قدامي في الصف في الكيو يطلب حاجة واقول له ما نعيز زي الراجل ده ما بيطلب من كتر ما هو مش عارف اي كلمة بالالماني اشتغل على نفسه وتعلم عشان دي واحدة من اهم الباريرز واحدة من اهم العوائق اللي بتقف قدام اي لعيب لما بيروح لثقافة جديدة وبلد جديدة فتعلم لغة فدي نقطة مهمة جدا الحاجة التانية قادر ان هو ينصهر في وسط ثقافة غربية مختلفة عن ثقافته هنا ثقافتنا الشرقية في مصر قدر يطور من نفسه في جزئية مهمة جدا وعلى فكرة الجزئية دي هي اللي فرق جدا مع محمد صلاح لما كان في روما واللي هي بتاعت سبالتي وهي الفعالية التهدفية محمد صلاح في الاول كان سريع جدا مهاري بس كان فعاليته تهدفية مش كبيرة جي فترة او نقطة تحاول ترنينج بوينت في حياة صلاح الفترة اللي كانت مع سبالتي في روما شوفنا ازاي محمد صلاح اتدى يبقى مكينة اهداف نقطة التحاول التانية اللي كانت في حياة محمد صلاح هي قصة الجزئية البدنية بعد إصابته مع راموس الشهيرة في نهاية دوري الأبطال شفنا تحول رهيب ووحشي في جسم محمد صلاح شفنا دبابة بسم الله ما شاء الله ولا حول قوته إلا بالله اللي انتوا بتشوفوه بقى ده التدريبات الـ private والـ sessions اللي بيعملها مرموش بعيدة عن التدريبات الجمعية مع الفرقة وإزاي يبقى عنده المرونة واللياقة والرشاقة والقوة البدنية ده واحد من أهم أسباب تقلقه دلوقتي في الدوري الألماني اللي معروف عنه أنه واحد من أهم وأقوى الدوريات على مستوى العالم من ناحية الشق البدني والجزئة البدنية مين بقى اللي بيمرن عمر مرموش ومين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله ليه فضل كبير جدا في السرعة والقوة اللي حتى أشاد بيها فينسنت كامباني طبعا أسطورة منشستر سيتي والمدرب الحالي لبارني ميونيخ بعد اللقاء انترخت فرانكفورت مع بارني ميونيخ واللي انتهى بالتعادل الثالثة واللي سجل فيه مرموش هذا في التعادل في الدقائق الأخيرة وفي السواني الأخيرة لإنترخت فرانكفورت وأشاد ساعتها فينسنت كامباني بعد هذا اللقاء قال إن مفيش لعيب في الدوري الألماني بيمتلك السرعة والقوة اللي عليها عمر مرموش وده مش هيجامل يعني ده مش واحد هيتخله كده عيارين في الهوى ولا يقول لك تصريح كده فرقه عشان يجامل لا هو بيتكلم من رؤية فنية مميزة جدا من أرض الملعب اشتركوا في القناة